هذا هو الماجيك فايف برو من أونر وأيضاً التصوير السريع جداً وبقدرات كاميرا جداً ممتازة ولو نتحدث عن جوال جديد من أونر بفئة البريميم نعرف أن هناك أشياء كثيرة ممتازة وأشياء حسنتها أونر بشكل قوي نعرف أن الكاميرات تطورت بشكل جداً ممتاز وغني ونعرف أن التجربة المستخدمين على جوالات أونر تطور مع الوقت دعونا نرى المراجعة الكاملة سوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم فيصل السيف عندما نتحدث عن أونر ماجيك فايف برو هذا الجهاز يأتي بدعم 5G بخدمات جوجل بالكامل وأيضاً بواجهتهم وحركاتهم اللي تدعم كاميرا بتصويره منطق جداً رائع ولكن عندما نتحدث عن الماجيك فايف برو هناك جهاز ثاني مهم أن ترونه يغير الكثير في عالم الجوالات المطوية وهو الماجيك في اس جهاز مع شاشة قابلة للطيف بدون أن يكون هناك أي فراغات ففيديوه ثاني موجود على القناة فتابعه المهم نرجع للماجيك فايف برو عندما نتحدث عن التصميم فمن الجهة الخلفية نلاحظ أن هناك جزاز مع دائرة يحتوي على الكاميرات والحساسات وهنا نتحدث عن ستار ويل يعني عجلة النجمة ودائرة النجمة الواجهة الأمامية أكثرها شاشة وفيها أيضاً ثقب جاية على الجهة اليسرى ويوجد حساسات فنعم نتحدث عن مستشعرات تعطي إمكانيات أكثر وهنا أيضاً نتحدث عن إطار من الألمنيوم بسماكة 8.8 ملي في حده الأقصى الموجود فوقه تحت الجهاز كله على بعض وزنه 219 جرام مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68 الجهاز يأتي بشاشة رائقة جداً بتقنية LTPO منحنية يمين يسار بحجم 6.18 إنش وبأبعاد 2848x1312 وكثافة 461 بيكسل في الإنش الواحد لماذا لا تتطور البكسلات عن 450 إلى 500؟ لأن أكثر عالم الجوالات ستجدوا أن هذه الكثافة الأفضل والأنسب لهم أكثر من كده ندخل في دائرة تسويق قد لا تكون ممتازة لناحية المستخدمين والكلفة على المصنعين أرجع لنفس الجهاز وأقول أن قدرة السطوع 1800 نتز نعم 1800 نتز سطوع جداً عالي فتحت الشمس ستجدوا أن الجهاز تستخدمه بطريقة رائقة هنا نتكلم على دعم المليار لون وأيضاً تقنية HDR بلس ومعدل تحديث 120 هرتز مع استهلاك طاقة أقل أيضاً الشاشة تدعم تقنية PWM بتردد يصل إلى 2160 هرتز التي تقلل من جهاز العين بالذات بالإضاءة الخافتة وأيضاً الجهاز يعد من أوائل الأجهزة التي حصلت على شهادة راين الألمانية ونتكلم على ريثم فريندلي نتكلم على نفس هذه السرتيفكت تساندهم في إثبات أنهم مساندين للعين يعطوه إحساس مرة جيدة مع الجهد الذي يأتي مع العين مع كثافة استخدام الجهاز وأيضاً أتكلم على تقنية التوف التي تساعد في حماية العين من العشعة الزرقة وأيضاً دائماً تجعلوا التوازن موجود عندكم وأيضاً استفيدوا من التقنيات التي موجودة في الشاشات البصمة نفس الشاشة مدعومة في الجهة السفلة الموجودة يجب أن يتعود لها ولكن يظل استجابتها عالية ولكن عندما نتكلم على السحر الأساسي الموجود في الماجيك فهي الماجيك ستار المهم هنا في كاميرات كثيرة كثيرة كاميرات الموجودة نتكلم على أساسية بدقة 50 ميجا بيكسل كاميرا الثانية واسعة جداً بدقة 50 ميجا بيكسل هنا تأتي زاوية رؤية ١٢٢ درجة مقاربة لزاوية رؤية العين وفي كاميرا الثالثة مقربة بدقة 50 ميجا بيكسل وكاميرا تأتي إلى ١٠ مرة تقريباً ولكن سيكون رقمي أكثر من فعلي وكاميرا مستشعر درجة حرارة اللون وتعدد الطيف والذي يقلل الواميض بشكل فعال أثناء التقاط الصوات تعرفوا الهرتزات هي الأبسط التبسيط للموضوع عندما تأخذوا الصورة سيكون الثبات أفضل فيها هناك نظام تركيز بالليزر يسميه ٨٨٨ دي تي أو إف وهي وقت الروح والراجعة للكاميرا في المستشعر الكاميرا هذه أيضاً تقنيات استشعار الحركة بتقنيات الذكاء الإصطناعي عندكم اختيار اللقطة الأفضل من بين عدة لقطات وأثبتوا نفس أونر قبل المؤتمر الرسمي حصلوا على ريكورد من جينيس وورلد ريكورد هؤلاء الذين يحصوا الأرقام الأقصى والأكبر لأفضل صورة أخذوها بتعدد الكاميرات شيء مره كويس عندكم ذكاء موجود في الكاميرا وأيضاً كاميرا أمامية ١٢ ميجابيكسل يوجد فيها إضافة اسمها ٣ دي ديبت سنسنج مستشعر العمق حق الكاميرا الأمامية لكي تكون السلفيات والأخذ الصور مره كاميرا عندما أرجع إلى الكاميرات وأداءها فالعدسة الأساسية أعطت أداء جيد وسحب إضاءة ممتاز وأيضاً نتكلم على البورتري أعطي عزل وتغبيش ممتاز وتحديد الحواف الجسم كانت ممتازة لماذا الجوالات الرخيصة والمتوسطة لا تستطيع تحديد تحديد ممتاز؟ كلما صار فيه مستشعر أقوى وتقنيات أكثر كلما ارتفعت قدرات الكاميرا نفسها فعلى الفئة البريميوم العليا من أونر نعرف أن مع الكاميرا المفروض تحصلوا على أفضل أداء من ناحية التصوير أرجع إلى الأداء وأقول أنه تقريب رقمي مئة مرة الكاميرا تدعم تصوير فيديو بدقة 4K 60 نطر في الثانية وأيضاً أعطى الثبات ممتاز في التصوير لكن تصوير الفيديو لا يدعم العدسة الواسعة بهذا الثبات تصوير الليلي أعطى أداء مقبول ويتكلموا في موقعهم عن مسألة التصوير الليلي وقدرة الكاميرا في سحب الإضاءة دعونا نذهب إلى شيء ثاني موجود في الجهاز وهو النظام والذاكر النظام التشغيلي هو أندرويد 13 بواجهة الماجيك أو اس الخاصة بأونر نتكلم على إصدار 7.1 منها دعم خدمات جوجل بالكامل موجودة واختصارات أونر التي تستمر بالتواجد وتعطينا أكثر عندما نتكلم على سعة التخزينية فكم 12 جيجا بايت من الذاكرة مع سعة تخزينية 512 أيضاً صار تعاون ما بين أونر وكواوكم لتطوير الجيب ست الداخلية في أربع نطاقات أولاً لإعطاء أمان أكثر ثانياً قدرة اتصال أسلس وأكيد تصوير أكثر ثبات وأيضاً تطوير شريحة الأونر C1RF وهي ساند في دمج الخوارزميات بالشرايح لقدرة اتصال أفضل في نفس الجهاز هنا نتكلم على معالج الجيل الثاني من الكوالكم سناب دراجون بدعم أيضاً للفايف جي دقة تصنيع المعالج الأربع نانوميتر ومعالج الرسومي هو الأدرينو 740 ما سنعرف قدرته إلا إذا اختبرناه بالقيك بنش وقارناه الاختبار تمامناه وحصل على ١٩٣٧ نقطة في النواة الواحدة والأنوية المتعددة ٤٧٨٤ نقطة وأكيد أمامكم جدول مقارنة مع أشبه هذا الجهاز من نهاية السعر والقدرات عندما نختبر ألعاب مثل لعبة بوب جي، أعطتنا على طول ٩٠٠٠ إطار في الثانية لاحظون أن ٩٠٠ إطار ليس ١٢٠ رغم أن الشاشة تدعم لماذا؟ لأنه ببوب جي نفسه من مطورين بل أيضاً ستجدوا من بوب جي أنه لا يريد غصمي تكسير ولكن هناك أجهزة فيها ٩٠ هيرت وفوق وليس تدعم ببوب جي ولكن الأنر هذا أكيد الماجيك فايف برو فيه دعم ٩٠٠ إطار في الثانية من بوب جي نصل إلى طرق الدخول الآمنة كون في مستشعرات المور تختلف وتصبح أثراف أول شيء، نتحدث عن الرمز والرقم والنمط وبصمة المدمجة في الشاشة وأيضاً موجود لديكم بصمة الوجه الآمنة هنا لوجود مستشعرات أمامية البطارية ماجيك فهنا بطارية ٥٠٠ ميلي أمبير ودعم سريع بقدرة ٦٦ واط أيضاً نتحدث عن شحن لاسلكي سريع بقدرة ٥٠ واط هناك شركات ١٥ المهم، قدرات الاتصال ومزايا الإضافية في هذا الجهاز يدعم شريحتين ويدعم أيضاً ٥ جي ولكن لا يوجد ذاكرة ويدعم تقنية NFC ويدعم واي فاي ٦ ويدعم أيضاً البلوتوث ٥.٢ ولكن نتحدث عن بلوتوث ٥.٣ ويأتي الجهاز Honor Magic 5 بلون أخضر والذي ترى هنا، وأيضاً لون أسود بصراحة أنه لا يكثر ألوان والصندوق نفسه يأتي معكم الشاحن، كبر الجوال، وسلك أكيد في العلبة أتكلم عن الإيجابيات والأشياء التي تمنيتها تكون أفضل ثم أعطيكم الزبدة من ناحيتي والحكم على هذا الجهاز فإيجابيات بصراحة الصوت مرة رائق، التصوير أداءه جداً جيداً في هذا الجهاز وأيضاً نتحدث عن التصميم الرائق المختلف من الجهاز الخلفية لكثير من التصاميم الموجودة في السوق مع بطارية تعتبر كويسة جداً أشياء تمنيتها تكون أفضل، كأن يكون هناك كرت ذاكرة خارجي تمنيت أيضاً لو يكون تسجيل ٤ك حالياً في السافتوير أول ما جاءناه أكثر من ربع ساعة للمقطع الواحد أكيد هناك تطورات وشاء سافتوير، ولكن دعني أذهب للحكم عندما جاءت آنر وظلعت لنا الماجيك فور برو هنا نتكلم عن سعر مستغربينه وفئة ماجيك وفئة راقية بزيادة من الكفاءات والخصائص ولكن كلنا نتعود من آنر وفئة آنر ويكونون الفئة المتوسطة العليا وكان عندهم كنيات كويسة ولكن يصفقون بسعر يوصل إلى ٨٠٠ دولار على الجهاز أثبتوا نفساً في الماجيك فور وجاءوا خليفة للجهاز بشكل جداً كويس بل وجاءوا جهازين الماجيك فايف برو وأيضاً الماجيك في اس هنا نتكلم عن قدرات مرة كويسة للجهاز إذا انتم متشوقين انكم تحصلوا على تجربة بجهاز اندرويد ناضج من ناحية الخصائص فقط أتمنى ان الواجهة التشغيلية تصبح أقرب للواقع وأن هذا الجهاز أحد الخيارات التي جداً ممتازة بل أيضاً الشي الأفضل هي الضمانات التي تجمعها مسألة الضمان على الشاشة ومسألة الضمان الموجودة في الخليج ليس فقط في المملكة العربية السعودية وأيضاً مع الإضافات التي تحصلوا عليها لو أنكم لحكتوا على الطلب المسبق من ناحية السعر فأكيد ستجدوا السعر في تفاصيل الحلقة لأنه وقت النشر ستجدوا السعر بشكل رسمي لأن هذا الفيديو مع الإطلاق الرسمي للمنطقة ستحصلوا عليه بشكل لحظي Magic 5 Pro من Honor واحد من الأجهزة التي يجب المنافسين يخافون منها خلال هذه السنة على هذه الفئة بالخصائص والأشياء الكثيرة التي موجودة نهاية الفيديو وكل فيديو سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أراكم على خير بإذن واحدة ترجمة نانسي قنقر